وحرر زيزو. وزيزو ده قصة تانية خالص اتكلمك عليه. والدور النهاردة اللي عمله كابتر حسام مع زيزو الشوت التاني. لا ده زيزو جديد خالص مع المنتخب ولازم ياخد حقه لما تيجب فكرته الجواب. لا ورهاني لا ورهاني لا وريني زيزو. تعاوز فرج على. ما تقول لي زيزو براكات ما عليش يا جمال اصلا. اذا قلت زيزو براكات فانا مش اسيبه. طيب تعالوا نتفرج على زيزو. اللي حصل النهاردة قبل ما نستعرض للحالات سريعا كده. زيزو النهاردة الكابتر حسام الله غير طريقة اللعب التلاتة بقى بلعب زيزو وينج باك. فبالتالي طريقة التلاتة دي عموما اعتماتك كله بيبقى على الاطراف او على الاتنين باكات. اللي حصل ان زيزو النهاردة في الدور الجديد بتاعه كان بيعمل كل حاجة صحة في الكورة. شبيهة لمحمد براكات مع منتخب مصر مع كابتر حسن شحاته في 2006. زيزو العنصر البدني بتاعه بيجي. تعال نشوف بقى بالحالات ونماشي الحال بصورة عشان نجاب لزيزو حاجات كتيرة جدة. زي ما انت شايف هنا رام ربيعة مضغوط عليه. هيلعب الكورة لزيزو بص بقى زيزو هيتسلم فين. احنا عند التمنتاشر يا كريم بتاع منتخب مصر. الراجل ضغط عليه ماما بلدي بفنت بمنتهى الثقة والمهارة هيعدي من الراجل يا كريم. وهيزق بص يا كريم بقى الراجل زق من هنا. هنا اسفد legitimateي أمام اكubernetes ملعب الكورة على طول مين؟ هيلعب الكورة لمحمد صلاح. محمد صلاح بص بقى زيزو الكل هيدا بص ها ي Eigعلي ايه ؟ زيزو هيدا يجري. اول ما الر breathing تودت هيك تكلف lar 엄청 تدور نكمل بقى الفريم هتلاقي ميرانة عطية. هي بدأ يسالم الكورة التانية لمحمد صلاح. زيزو بدأ يجري. يجري نكمل الفريم بص محمد صلاح هنا عامة لبدي ماخر على صراح من راجل الارض. وموخد الكرة محاول الكرة الناحية الثانية لمنتخب مصر في ناحية تانية بص بقى زيزو يا كريم وصل لحد فين لما كان في الثمنتاشر وصل للثمنتاشر نكمل الكرة هيحصل أوفرلاب ما بين إمام عشور هيحصل دابل باس عفواً ما بين إمام عشور ما بين تريزيجي بص زيزو موجود فين يا كريم بعد ما كان قدام 18 منتخب مصر وبالآن هو اللي مبتدي الهجمة طب نشوف الحالة اللي بعدها الجديد النهاردة إن كان في حالة من التوافق ما بين زيزو وما بين محمد صلاح هنا أنا زي ما أنت بتفرج هنا أدي محمد صلاح يستلم الكرة هيسلم على طول لزيزو زيزو الجديد عنده النهاردة إيه إنه كان فيه لغة حوار ولينك بينه بمحمد صلاح كبير جدا زيزو هنا هيحاول يرأس الراجل مش هيخسر الكرة هيلعب لمحمد صلاح بص لما زيزو بص الكرة بص يا كريم راح على فين خد الراجل رقم 19 وطلع به فبالتالي محمد صلاح بدل ما يبقى عليه 2 زيزو خد تشتيت الراجل فمحمد صلاح لف بالراجل وقام شاط الكرة دي الكرة دي قد خطرة جدا ولكن هي خبطت في لعيبة غنيا بيساو طب نشوف الحالة اللي بعدها نفس الكلام برضو قادي زيزو هيدخل عليه الراجل دي حاجات دي حاجات محمد بركاتها هيرقص هيعمل فنت سيزور هيعدم الراجل هيزق ويجري مش ههمه أي حد باج زي ما الكتاب بيقول وهيسلم محمد صلاح إنها المصر من الحالة إنها بتحاول تبتدي بكرة عمل البروجريشن وقامت دي الكرة لمحمد صلاح ونقل مصر للتلت الأخير بتاع منتخب غنيا بيساو وبدأت مصر تمسك الكرة بعد ما كانتش قدها بتطلع من نص المرعب بقت مصر معها كرة كل ده من زيزو طب نشوف بقى الحاجة الأخيرة ودي يا كريم اللي عاوز أقول لك عليها نفس الكلام هنا دي في آخر المباراة هنا إمام عشور أول ما استلم الكرة هيرفع عينه مين اللي موجود كالعادة زيزو هيلعب الكرة بمهارة كبيرة جدا صراحة إمام عشور نقل المرعب حلوة جدا كنترول عالمي من زيزو على سدره هينزل يا كريم الكرة وهيعمل أوفر عالمي وخد بالك الأوفر ده أول ما هو قلش من أوفر جات لمحمد صلاحكت ممكن تبقى فرصة هدف الكرة اللي جات فوق العرضة فاحنا بنتكلم على زيزو الخطورة بتاعت أخر لقطة بقى الديها 82 لحظة بالصقف واحد زيزو اللي احنا بنقعد كلها نقول عليه عنده مشاكل دفاعية وزيزو عنده مشكلة في ارتداد الدفاعي وزيزو 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 وفي الدولي غير المحلي والكلام ده كله دقيقة 82 بص يا كريم الكرة دي لما تردت على منتخب مصر زيزو هنا بص في الأرض بص أرضه بيحاول يرجع ده تعب اللي لعب كرة هيفهم عارفت لما بتقرس على نفسك بتبص في الأرض ومش قادر تبص على الكرة مساء انت عاوز ترجع الراجل دي الكرة دي في دقيقة 82 الراجل ماسك الخط رايح جاي فزيزو نشوف الفريم اللي بعده على طول الكرة تحولت زيزو كان بعيد تماما في آخر الملعب بص يا كريم هنا بص على الأرض ديس على نفسه على قد ما يقدر وفضل يرجع مع الراجل لغاية لما زيزو قطع الكرة فاحنا بنتكلم على السوبر زيزو راجل في أي حتة في الملعب بيلعب راجل مع أي مدير فني في الزمالك أو منتخب مصر بيلعب وبيقدي والنهاردة ميلاد زيزو جديد وأنا أتمنى كابتن حسامي يعتمد زيزو في الحتة دي عشان تستفيد من زيزو في الجبهة اليمين يا أخي الله يفتح حريك وأسف إن إحنا طويلنا على جيمة الله يفتح حريك حبيبا